واشا ما اقولها احنا عثنا هذا 300 شون يعني الفين واثمونة عشر حسر أنت دولم هي 690 شون يعني 390 شون يعني ردت ردت من اitié ردها طبعا الت 안녕하세요 ستايفاء وحامنا نقوم 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 بخانية هو نفس الشخص المشهد السياسي العراقي طبعا أو نفس الشخص المشهد السياسي العراقي يتحكم فيه ثلاث فوعل الفاعل الداخلي والفعل الإقليمي والفعل الدولي واضحة الفكرة العراق موش شي سهل العراق مو الصومال ولا بنجلادش العراق قبلة العالم العراق حلقة الربط ما بين الشرق والغرب العراق لو نفكر كعراقيين بعقل العراق ميناء الفاو وطريق الحرير الذي نستطيع من خلال استغناء عن النفط وكل شيء هذه الثروة اللي الله سبحانه وتعالى حبانا بيها وانطانيها يفترض أن نعرف شو نتعامل وياها فلذلك هناك حالة من الصدام ما بين طنجة جاكارتا وحزام محطر يقواعد حزام محطر يقواعد الحزام الصيني وطنجة جاكارتا والخط الأمريكي هذا الخط يسمون المباركة من المغرب إلى أندونسيا هذه منطقة الصراع الدولي الآن اللي موجودة اللي هي بديل أوروبا هذا السوق العالمي اللي يتحدث عنه برجينيسكي في كتاب أحجار على رقعة الشطنج العالمي وقال أنه هناك متغيرات كثيرة على الوضع الاقتصادي هذه المنطقة لا يعني بس أنت تتحدث أنه إذا كان اللاعب الخارجي هو الرئيسي في العراق وتنصيب رئاسات الثلاثة يعني هذا أقرأ على يعني ما نعرف أيضا نحن ندخل بأزمات لا لا أيضا رح ندخل بأزمات أيضا اللاعب الخارجي أو العامل الخارجي رح يكون مؤثر على داخل العراقي ورح نستقر داخليه مؤثر وفاعل لا بل يفرض إرادته على الساسة العراقيين في كثير من الأحيان لشكل من صنعنا على الحكومة من أجاب هاي الآلية اللي موجودة الآن أو ليس هم الأمريكان الذين وضعوا أنه رئيس الجمهورية من البيت الكردي ورئيس البرلمان من بيت السني ورئيس الوزارة من بيت الشي إحنا صنعناها ما هي نفس الآلية هذا عرف سياسي ما هي نفس الآلية اللي موجودة الآن في لبنان واللي عانم لبناني من الخمسينات لليوم خلي نشوف سيد إبراهيم يعني اتحدث سيد